بكرة بإذن الله يعني هذا الأسبوع أسبوع طاقة وده أكبر من أكبر المعارض وأكبر المؤتمرات تتكلم عن الطاقة والغاز وكبرات شركات موجودة يعني مصر بتستقبل هذا المؤتمر وهذا المعرض في هذا التوقيت ليس كما كان للعرض أو اللقاء وإنما لأنه مصر أصبحت رقم مهم في صناعة الطاقة أصبحت رقم مهم في صناعة الغاز أصبح لديها منتدى غاز المتوسط على أرضها أصبح لديها سوق واعد سواء للتخزين أو التوزيع أو الإنتاج أو النقل بنطلع أو بنبحث عن غاز وعن بترول بعمل محطات مصافي بعمل حقول ببحث في المتوسط برسل حدود بشتغل بعمل منتدى بيجمع الناس المنتجين والمستوردين أيضا بخلق طاقة من وقود حيوي آخر على مصر آخر يعني ده بعمل كهرباء من الغاز ومن البترول وبعمل كهرباء من طاقة الرياح بعمل كهرباء من الطاقة الشمسية بعمل كهرباء من الوقود الحيوي من الهدروجيات الحيوي من الأمونية الخضرة كل ده شغال في وقت واحد يا جماعة منظومة من العمل المتناغم المتناسق لكي تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة وقد أصبحت يعني مش احنا بنقول خط التحويل مصر إلى مصدر إقليمي للطاقة بنقولها كتير أنا بقوله أنا بقوله لقد أصبحت لقد أصبحت مصر مركزا إقليميا للطاقة في مصر بيتم منقشة كل ما يخص الغاز صناعة الغاز تخراج الغاز سعر الغاز نقل الغاز تسييل الغاز يا جماعة الغاز اللي بيطلع من البحر المتوسط كله شرق المتوسط كله لازم ييجي مصر يتسيل أنا بقيت مهم جدا في هذه النقطة يعني الغاز بيجي عندي يتسيل ويتصدر لأوروبا بيتسيل ويتصدر لكذا يعني أنا بقيت رقم الغاز اللي بيطلع من المتوسط كله هيجي لي وأنا كمان بطلع غاز بسيل بأعمل عندي تحويل داخلي في مصر بقيت أربط كل القرات كل القرات بربطها عندي على شبكة الكرابة بتاعتي عشان أربط شبكة الكرابة المصرية مع الأوروبية محتاج توافق ومحتاج تناغم معتاج غير شبكتي كل ده بيحصل كل ده بيحصل يا جماعة ما يمكن أن نحن نرصده من تغير جزري وتفري في قطاع الطاقة لابد أن نحن نترابط عظيم سلام الحقيقة لكل العاملين في قطاع البترول والكهرباء أعتقد أنه إحنا أنجزنا كثيرا من ما كنا نرصده ونهدف الوصول إليه خلال مرحلة الماضية طبعا مهارده برضو سيد الرئيس قابل أعضاء أو رأساء مجالس النواب في الدول العربية اللي جايين يحضروا مصر البرلمان العربي وعضاء البرلمان العربية ورأساء المجالس طبعا حضر سيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي سيد تشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا ضيف شرف المؤتمر ومن الجانب المصري الدكتور حنف جبالي رئيس مجلس أنه طبعا العمل العربي المشترك محاولة عايزين نعمل عمل عربي مشترك ونعمق الأخوة العربية بجد ونتغاضى عما يمكن أن يكون هناك تباين وقدر لتوتر والحفاظ على الدولة الوطنية والجيش الوطنية هو الأساس والرئيس دوما ودائما وأبدا نتكلم على الجيش الوطني أو الجيش الوطنية والدولة الوطنية ولالي الميليشيات وعدم التوتر وعدم خلق أزمات لأنه مقال كل العلاقات إن شاء الله من كل الدول الخاصة الدول العربية أن يكون فيه نوع من الود الحقيقي والتعاون الحقيقي ما يمكن أن يجمع الشعوب لا يمكن أن إحنا السياسة تفرع شكرا 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 شكرا